وصفة اليوم وصفة قريبة جدا. فطاير حكاية يا جماعة. فيها كمية فواد وعناصر غذائية جمدة حقيقة. تنفع للفطار تنفع في العشق ومش بيع جدا كمان فوق كده. شايفة جمال? حاجة كده كريسبي من بره ومن جوة كده عاملة زي القطن. آآ سحاب مش قادرة اقول لك واوصف لك جمال الوصفة وطعمتها. قبل ما نقول عاملنا وصفة النهاردة ازاي? لو انت اول مرة تشوفيني تخلي القناة وقائم المحتوى لو عجبك اعمل اشتراك فعل الجرس عالكل. ينوصال الكل جديد. يلا بنا نبدأ ونشفع عمالنا وصفة النهاردة ازاي? معنا بيضة درجة حرارة الغرفة. هنزل عليها بتلت كوبية من الزبدة. ونص كوبية من المية. انا مستخدمة هنا الكوبية اللي هي متين جرام الموجودة في كل بيت. ونزلت عليها بمعلقة كبيرة من السكر. ومعلقة كبيرة من الخميرة. ومعلقة كبيرة من الخل. خل كويس جدا في المعجنات. اي معجنات تحط فيها خل. هتلاقي المعجنات بتاعتك كده عاملة زي القطن. بيقى محسن جميل جدا. آآ في المرحلة دي تقدر يعادي تعجنها على ايدك. مش لازم بالعجان خالص. لك انا هنا عجنت بالعجان. معي هنا نص كيلو من الدقيقة. حطيت عليه آآ نص معلقة صغيرة من الملح. ومعلقة صغيرة من الكركم. الكركم بقية جماعة مفيد جدا. ادخلوا كده على جوجل وشوفوا آآ مادة الفايدة بتاعت الكركم. فايدة حقيقة رهيبة. طبعا عجلنا المكونات بالشكل دوت. آآ الميا هنا احتاجت معي. انا كان معي كوباية كاملة حاطت في الاول نص كوباية. وبعد كده النص التاني اخدته الا كده حوالي معلقتين. يعني انا عازل عجينة بتاعتي توقع بالشكل دوت. يعني ممكن تاخذي نص كوباية. ممكن لا. فاحنا كده المجمل كله كوباية الا يعني معلقتين او كوباية كاملة. على حسب احتياج العجين بتاعك. بعد كده هسيب بقى العجينة واغطيها وهسيبها تختمر. كده العجينة بتاعتني اختمرت زي ما انت شايفها كده هوت. هنبتدي بقى نقطع العجينة. انا هقطع العجينة لست آآ قطع بالتساوي. بالشكل دوت. بعد كده هبتدي اعملها كرات. وهسيبها تريح. يعني مش كتير يا دوبك كده بس عقبال ما اخلص الست كرات ابتدي في اول كرة انا آآ كورتها. علشان تفرد معي بكل سهولة. وضرور جدا مهم جدا آآ العجن عايزة عجل المودة عشر دقائق. عشان العجينة بتاعتنا متتقطعش. لازم تعجيني العجينة بتاعتك كويس. لو في العجان طبعا مش يبقى في مشكلة خاصة. لكن لو بتعجيني على ايدك. تعجيني المودة عشر دقائق عشان العجينة بتتقطعش مننا واحنا بنفردها بالشكل دو. مهم جدا نوع الدقيق برضه. نوعية الدقيق يا جامعة في المخبوزات مهمة جدا. لما العجنة بتاعتك بتلاقيها تقيلة وتلاقيها كده هتحس ان هي كتلة مش ريشة وخفيفة. ده بيكون من نوع الدقيق. مش غلط في في المخبوزات اللي انت عملتيها. لا نوع الدقيق هو اللي بيخلي المخبوزات بتاعتك تقيلة. فاختار نوع دقيق مخبوزات آآ او دقيق لجميع الاغراض. هو بيصراحة بيخلي المخبوزات بتاعتنا جميلة جدا هشة وخفيفة. آآ دلوقتي انا عفرات اول كرة بالشكل ده وتفرديها على قدم الضريع. عايزها كده زي ورقة كده السجار كده هوت. عيفة جدا تبين الرخمة كده من تحت. وابتدي بقى كده رفعيها تهوي. وشدي عادي جدا. بالشكل ده كده. تقدر تشدي وتفردي العجينة بتاعتك. على قدم تقدر يرققي العجينة. بعد كده هجيب بقى الزبدة. وابتدي ادهن آآ سطح العجينة بالزبدة. ندهن كده دهنة كويسة من الزبدة. استخدمي اي زبدة انت بتستخدميها. ما فيش اي مشكلة خالص. بعد كده هجيب كرة تانية. وبرضو افردها فردة كده كويسة زي ما قلتلك. اهم حاجة الفرد. افرديها رؤياء جدا. وهنبتدي نحطها فوق الفردة الاولانية. بالشكل دوت. يريد يعني يكونوا قد بعض. علشان ما يتعبكيش. ويفضل يشد عادي جدا. بنشد ونرتب الطبقات فوق بعضها. وندهن الزبدة. بنكل طبقة والتانية هحط طبقة من الزبدة. بالشكل دوت. هعمل الست طبقات بتوعنا. دول كده طبقتين. ودي التالتة. بشد كده هو توفرد العجنة بتاعتي على ايدي. يعني مش لازم بنشابة. بنشابة كده الاول شوية. وبعد كده بشد على ايدي كل ما انت تكوني عجنة العجنة بتاعتك كويس. كل ما هتفرد معاك كويس. وزي ما قلتلك نوعات برضو الدقيق. بالشكل ده هعمل الست آآ كور بتاعتنا فوق بعض. بنكل طبقة والتانية. آآ زبدة. كده خلاص انا حطيت آآ الست طبقات بتوعنا. ودهن تبرد الوش بالزبدة. اخر طبقة دهنها بالزبدة. بالشكل ده. وبعد كده هبتدي بقى ان انا ازبط كده العجينة. وابتدي ان انا اعملها كده رول. بالشكل دوت. ما تقرتيش قوي الرول. خليه كده رول كده عادي. ونبتدي نقفل بقى كده من ناحية ديت. العجينة جميلة جدا. بتقفل معنا بكل سهولة. وبعد كده هبتدي اقسم العجين. التقسيمة دي بترجع لك. انت على حسب ما انت عايزة حجم الفطير بتاعتك. انا عشان كنت عايزها حجم كبير. عشان تبن لكم كده في التصوير. فكنت عملتها بالحجم اللي انت شفتو ده. لكن انت ممكن تقللي الحجم وتكتر معاك الفطير. هنا بنسبة بقى للحشوة. اه انا جبت جبنة نوعين من الجبنة انت اي حشوة تقدر تعملها. ممكن تعملها صنف حلو. ممكن تعملها صنف حادق. ممكن تحشيها باللحمة المعصاجة. ممكن بفراغ متقطع قطع صغيرة مع بصل مع زتون. اه مع فلفل الوان. اه ممكن زي بالجبنة. ممكن اه بالمكسرات مع ارفة مع سكر. يعني على حسب انت عايزها الايه فطار او عشاب. عايزها في غدا. عايزها تصنف حلو. تقدر تعمليها اي صنف انت عايزها. انا عاملها الفطار. فاستخدمت فيها حشوة الجبنة. هبتدي افرت كده بالشكل دوت. فقلتلك اهو كزا حشوة تقدر تحشي بها الفطير بتاعتك. اي حشو موجودة في التلاجة بتحبيها احشي بها. او شايفة? شايفة الرقات بتاعتنا جميلة ازاي? عاجينا تحفة جدا يا جماعة رهيبة حقيقي. وزي ما قلتلك تقدر تعملي منها كمية كبيرة لكن انا عملتها آآ ضخمة شوية عشان تبقى شكلها كده ايه بان في التصوير لكم. هبتدي احشيها بقى بالجبنة واحدة ايه كمان الواحدة مشبعة جدا. يعني تاكل واحدة آآ ولادك هيشبعه ما حدش يقولك عايز اكل تاني. وبعد كده جبت الصين اللي انا هشتغل فيها وده هنتهى بالزبدة او بالزيت. وببتدي ابطت كده الفطير بعد ما بقفلها. ببتدي اوسع كده بكل سهولة كده بتوسع معانا. وحشيها بقى. الشكل دوت. وقفل تقفيلة كده كويسة. عشان ما تخرجش منها الحشوة بتاعتنا. وبنبطت كده كويس. واحدة كمان. هخلص بقى الفطير بتاعتنا كلها. بعد كده هسيبها غطيها واسيبها تختمر. عشان ما تنشفش مننا. وجبت هنا بيضة وعليها معلقتين من الحليب. وحطيت عليها طبعا الفانيليا. وده هنتلوش بالشكل دوت. وحطيت بقى هنا سمسم وحبة البركة. حبة البركة برضو. انتوا عارفين انها هي مهمة جدا. ولها فوات حلوة قوي. فكل الحاجات اللي عناصر اللي احنا حطيناها الكركم وحبة البركة وسنسن دي كلها حاجات حقيقي مفيدة جدا. آآ بعد كده هنا بقى دخلتها الفرن على درجة حرارة آآ مية وتمانين في الرف اللي هو قريب من النار. اخدت مني نص ساعة اللي جات ما وسلت للجمال دوت. شايفين طعفة ازاي? رهيبة جدا يا جماعة. حقيقي مش قادرة لكم على طعمها. الكركم للناس اللي مش عارفة طعمه بيبقى ليه طعم جميل جدا حقيقي في المخبوزات ديت. آآ لو انت قلقانة منه. لا جربيها هي عجبك طعم الكركم فيها. وكمان زائد فويده العظيمة اللي انا كلمتك عليها. شايفها لونه من تحتها عامل ازاي? هي نص ساعة وكانت وصلت للون الجميل دوت. في الرف اللي هو قريب من النار. تعالوا بقى كده نفتحها كده ونشوف جمالها بقى كان هي حاجة كده من برا كده كريسبي كل ما انت هترقائي العجينة كل ما هتكون آآ كريسبي كده من برا. العجينة بتاعتك آآ كانت سميكة شوية هتلاقي العجينة من من برا مش كريسبي لكن مع ترقيق العجينة هتلاقي من برا كريسبي ومن جهة كده عامل زي القطنة عامل زي السحاب هتشوف دلوقتي كده منظر العجينة من جوة رهيبة جدا يا جامعة. بصي بقى شايفة شكل العجينة بتاعتنا عاملة ازاي? حاجة قطنية هشة اسفنجية اكنك مسكة سفنجة حقيقي. مش عجينة خالص. رهيبة. شايفة? طحفة. يلا اللي موجود معانا لغاية دلوقتي يدوس لايك ويقول لي بيتابعني منين? وبكده تكون خلصت وصفتنا النهاردة. لو الوصفة عجبتك وحبت فيدي حبيبك واصحابك وقريبك. اعملي لايك وعملي شير للوصفة. لو انت مش مشتركة واهم مرة تشوفين اعمل اشتراك فعل الجرس عالكل. يعني وصلك كل جديد. مانا الوصفة تعجبكم وتنفذوها. تقول لي رأيكم في التعليقات. وقلقوكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتربت صلاة العشاء. اشتركوا في القناة. شكرا